أعزائي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب موضوعنا في هذا اليوم مهم جدا عن حقيقة وهوية شخص الذي مات على الصليب لذلك أضع هذه الحلقة تحت هذا العنوان المصلوب من هو؟ المسيح أم شبيهه؟ المسيح أم شبيهه؟ موضوع في غاية الأهمية أحبائي لأنه إلى اليوم ما يزال هناك الكثيرون ممن ينكرون أن المسيح مات وأنه مات مصلوبا وكثيرون إلى اليوم من الذين يشككون في حقيقة وهوية شخص الذي مات على الصليب فيمكن الكثيرين ينكرون حقيقة أن المسيح مات على الصليب لكن في الكثيرون أيضا بيقولون أنه مزبوط في صليب لكن اللي مات على الصليب ليس هو المسيح مين يا عمي؟ فبيقولون أنه هو شبيهه أنه الله خلى التلميذ الذي خان المسيح والذي باع المسيح خليه يشبهه وبالتالي المسيح أخذ إلى السماء والذي أخذوه صلبوه هو يهوذ الذي باع المسيح وخان المسيح فنحن أحبائي أمام موضوع مهم جدا وسأحاول بمشيئة الرب أن أتناول هذا الموضوع من منطلق عقلاني من منطلق واقعي للأحداث وترتيبها وسأستند استنادا كليا على أحبائي كتاب العهد القديم الذي هو بين يدي اليهود والموحى به قبل مجيء المسيح من سنة 1405 قبل المسيح لسنة تقريبا 450 ملاخي آخر من كتب في العهد القديم تقريبا هالفترة هذه قبل مجيء المسيح بألف وخمسمائة سنة في عندي نبوات منتشرة على صفحات كتاب اليهود اللي هو العهد القديم ابتداء من سفر التكوين انتهاء بسفر ملاخي هذه الفترة التي أوحي بها الكتاب المقدس الذي هو جزء العهد القديم عندي فترة ألف وخمسمائة سنة عنا أحبائي يعني مئات مئات النبوات التي تتكلم عن أن المسيح سوف يأتي وأن المسيح سوف يعيش وأن المسيح سوف يتألم وأن المسيح سوف يموت وأنه سوف يصلب كيف سيموت طريقة موته مصلوبا وأنه سيقوم فإذن أحبائي أنا أمام يعني موضوع مهم جدا وأصلي أن يكون عند صديقي المشاهد العزيز الذي أحترمه والذي أكن له كل الاحترام أن يكون عندك صديقي وأخي وحبيبي الذي أحبك في الله أن يكون عندك هذا القلب الصادق المخلص في أن تعرف الحقيقة والذهن الواعي والحاضر الذي مستعد أن يسمع ويناقش ويكون يعني منفتحا لما سنقدمه في هذه الحلقة إذن أحبائي نحن أمام هذا السؤال هل يا ترى مات المسيح؟ نعم المسيح مات لكن هل مات مصلوبا؟ نعم المسيح مات مصلوبا لكن السؤال الذي سألقي الضوء عليه في هذه الحلقة يا ترى هل الذي مات على الصليب؟ كان المسيح أم شبيهه؟ فإذن سأعالش في هذه الحلقة أنا علشت في حلقات أخرى أن المسيح كان لابد أن يموت وأن المسيح كان لابد أن يموت مصلوبا علشت في مواضيع في حلقات كثيرة لكن الذي سأعالشه في هذه الحلقة بمشيئة الربع أحبائي المشاهدين هو يا ترى هل الذي مات على الصليب هو المسيح أم شبيهه؟ خليني قبل ما أعطيك سبعة أدلة سبعة أدلة غير قابلة للضحض أو للإنكار أن المسيح هو الذي مات على الصليب خليني أريك من العهد الجديد ومن إنجيل متى بالتحديد ماذا حدث ليهوذة قبل أن يصل بالمسيح وخليني أؤكد أمر يا حبائي أن مسيحياتنا لم تأتي من فراغ وأن العهد الجديد لم يأتي من فراغ ففي عندنا أحبائي في إنجيل متى أكثر من تقريباً 80 اقتباس من العهد القديم إنجيل متى لوحده رسالة رومية التي كتبها الرسول بولوس بالروح القدس فيها أكثر من 64 اقتباس من العهد القديم العهد الجديد مليء مليء يا أحبائي بالاقتباسات وتتميم لنبوات العهد القديم وهناك أحبائي قاعدة منطقية عندما تقول لي منطق في قاعدة منطقية شو بتقولي القاعدة المنطقية إنه إذا عندي reference point the older reference point هي التي نرجع لها reference point يعني مرجعية نقطة المرجعية الأقدم تحكم على نقطة مرجعية أحدث فأنا شو عندي الحديث النقطة المرجعية الحديثة عندي العهد الجديد يلي إخوتي بيسموه بيسموه الإنجيل بس في عنا نحنا نقطة مرجعية أقدم اللي هي العهد القديم يلي إخوتي بيسموه التورات فعندي النقطة المرجعية الأقدم بيسميها العهد القديم التورات مش مشكل النقطة المرجعية الأحدث العهد الجديد الإنجيل أوكي أنا عم بيستخدم هالألفاظ بس لحتى سهل الفكرة فهي ترى ما الذي يثبت صحة العهد الجديد يثبت صحة العهد الجديد إذا كان يتوافق مع العهد القديم النقطة المرجعية الأحدث العهد الجديد النقطة المرجعية الأقدم العهد القديم النقطة المرجعية الأقدم العهد القديم موجودة قبل مجيء المسيح ب450 سنة موجودة عند اليهود وترجمت بين سنة 200 و 300 قبل الميلاد ترجمت إلى اللغة اليونانية من 70 عالم لغة عبراني إلى اللغة اليونانية وسميت بالترجمة السبعينية فإذن هذه الترجمة للعهد القديم الترجمة اليونانية للعهد القديم الترجمة السبعينية موجودة يعني 200-300 سنة قبل مجيء المسيح فإذن أنا عندي مرجعية أستطيع أن أقف عليها كالصخر وأن أبني عليها إجاء العهد الجديد جاء العهد الجديد والعهد الجديد بتوافق تام بتوافق رهيب يتفق مع المرجعية الأقدم اللي هي العهد القديم ما في شيء بيصير إلا بيقول لك ما يتم في الكتاب كذا وكذا حتى الرب يسوعان لم أتي لأنقض النموس بل لأكمل النموس مش لأنه كان نائس أكمل أي أحقق أي لكي أتمم ما جاء عني في النموس هتطلع معك عزيزي المشاهد الآن ماذا حدث ليهوده؟ خليني يعني أعتيك الخلفية في ليلة الخميس حوالي منتصف الليل بعد أن الرب يسوع تكلم مع تلاميذه حديث العلية كانوا في العلية مجتمعين وأكلوا الفصحة معا وأسس العشاء الرباني وكلمهم حديث الحب وبعد ذلك صلى لأجلهم وبعد ذلك خرجوا من العلية عبر نهر قدرون وادي قدرون في نهر صغير اسمه قدرون ومن هناك أتوا إلى جبل الزيتون حيث كان يجتمع مع تلاميذه وهناك كان يصلي وفي هذه اللحظات أتى يهوده الخائن ومعه رؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل وجند الهيكل كتيبة تقريبا يقول لنا التاريخ اليهودي والمؤرخين اليهود كانت قوامها ستمائة عسكري ستمائة جندية تصور جايين على التلاميذ والمسيح وبعدين ألقوا القبض على الرب يسوع وأخذوه أولا للمحاكمة أخذوه أولا إلى حنان وحنان كان حمى رئيس الكهنة قيافة في ذلك الوقت ومن حنان أخذوه إلى قيافة إلى بيت رئيس الكهنة ومن بيت رئيس الكهنة أخذوه إلى مجمع السنهدريم مجمع السنهدريم مؤلف تقريبا من 73 شيخ يهودي وأقاموه في الوسط وحكموا عليه أنه خلاص حكم الموت قد جدف ليش لأنه قال عن نفسه أنه هو الله فما ينفعنا بعد إلى شهود ما حاجتنا بعد إلى شهود قد جدف يلا خلونا يعني حكم الموت فبإن الكتاب بإنجيل متى 27 لما كان الصباح يعني استغرق الليل كله وهم من محاكمة إلى محاكمة إلى محاكمة من اللي بين إيديهم؟ المسيح طيب ولما كان الصباح تشاور جميع الأساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوح حتى يقتلوه طيب كيف؟ طيب يلا خدوا رجموا غريب فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاتوس البنطي الوالي فأخذوه وقدموه أمام بيلاتوس وبعدين بيلاتوس بنشوف أنه محاولات كثيرة سبع مرات نقرأ أنه بيلاتوس وهيروتوس يقولان أنه لم أجد فيها علة بار لا يستحق الموت لكن أنا حأتوقف هنا ورح تقرأ مع عزيز المشاهد ماذا حدث ليهودا؟ فمين اللي مسكين الجماعة؟ مسكين الرب يسوع فحكموا ثلاث محاكمات دينية ظالمة تحت جنح الليل في بيت حمى رئيس الكهنة حنان بالأول بعدين قيافة رئيس الكهنة بعدين مجموعة سنهادريم وفي الصباح أخذوه إلى بيلاتوس بيلاتوس أرسلوا إلى هيروتوس هيروتوس ردوا إلى بيلاتوس لم أجد فيه علة وهكذا طيب ماذا حدث في هذا الوقت؟ حيطلع عندك من إنجيل متى 27 عدد 3 حينئذن لما رأى ياريت المخرج يطلع لي متى متى 27 إنجيل متى إصحح 27 عدد 3 حينئذن أشكرك لما رأى يهودا فهذا هون يلي إخوتي يقولون لي أنه هذا شبيه هذا الذي المسيح رفع والله جعل يهودا يصير شبه المسيح فأخذوا يهودا وصلبوه طيب حنشوف شو صار ليهودا قبل ما يصلب المسيح لاحظ مع عزيز المشاهد حينئذن لما رأى يهودا الذي أسلمه أنه المسيح قد دين شو يعني قد دين؟ يعني سلموه وأخدوه ورح يصلبوه ليش؟ لأنه كان يفكر يهودا أنا بروح باخد بقمة 30 من الفضة من اليهود والمسيح مثل كل مرة بينقذ نفسه فيهودا كان مع المسيح ثلاثة سنين وتلت عزيز المشاهد وست محاولات لاغتيال المسيح هي سبع محاولات المرة السابعة اللي سمح المسيح أن يسلم نفسه لهم لكن ست محاولات اللي قبل هايذي مرة حاولوا أن يلقوه عن سفح الجبل وخمس مرات حاولوا رجمه لكن في كل مرة كان المسيح يجوز من بينهم وبإلا الكتاب يعلق لم تكن ساعته قد أتت فيهودا ضربه براسه قال مثل ما أنقذ نفسه بالست محاولات هاي المحاولة كمان لمح لو إجيت وسلمته كمان رح ينقذ نفسه لكن صعق يهودا أنه لا المسيح يعني صعق وهو يراه يعني أوثقوه وأخدوه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامطة أمام جازيها فلم يفتح فا فما كان من يهودا إلا أن فعل هذا لما رأى أنه قد دين ندم ندم هو لم يتم لكن ندم أنا شو اللي عملته ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ العدد اللي بعده شوف شو بيقول بعد ما رد الثلاثين من الفضة قال لهم قائلاً قد أخطأتو إذ سلمت دماً بريئاً فيهودا أيضاً الخائن والذي سلم المسيح يعترف أنه بريء قد سلمت دماً بريئاً فقالوا ماذا علينا أنت أبصر شوف اللي بعد فش اللي عمل يهودا عدد خمسي فطرح الفضة في الهيكل هذا أنت أحبائي هذه في الصباح يمكن في الصباح الباكر وهو يعني يمكن شهد المحاكمات وشهد أنه مغلين والعنبلاطس وخلص ما عاش في المجال فشو عمل فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه شايف شو عمل عزيزي المشاهد ثم مضى وخنق نفسه هنقرأ الأيات بسرعة مع بعض وبعدين في عندي اتصال من أخ هاخده بعد ما نقرأ المقطع هذا رؤساء الكهنة فأخذ رؤساء الكهنة والفضة وقالوا شوفوا أحبائي شوفوا التناقض الرهيب لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم اللي بعدها فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم حقل دم إلى هذا اليوم على التسعة حينئذ تم ما قيل بإرمي النبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وشو عملوا فيه على العشرة وأعطوها عن حقل الفخاري كما أبرني الرب وبعدين من قرأ ووقف يسوع أمام الوالي وبعدين المحاكمات وبعدين الجلد وبعدين الصلب إذن أحبائي أحببت في البداية أني أريك ماذا حدث ليهودا قبل أن يصل بالمسيح مش هم ما تقل لي مش هم ما تقل لي عزيز المشاهد أنه اللي أسلم المسيح واللي خاني المسيح هو اللي الله خلاه يشبهه يصير يشبه المسيح والمسيح سوري يرفعه للسماء وياخذ يهودا ويصلبوه وهلأ رح يجي أحبائي للأدلة المنطقية القاطعة التي لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن الذي مات على الصليب هو شخص آخر غير المسيح رح ياخد اتصال من السيد سامح من النمسا أهلا وسهلا سيد سامح تفضل خلوه بسيار خير مساء النور هو طبعا مسيح المسيح طبعا التسلب المسيح مات من مجلنا حتى الواحد من القرآن هم عايزين كل هدفهم أن هم يتنعوا الخلاط يعني عند حضرتك القرآن بيماكد المسيح ماء سوري أخ سامح الخط عم بقطع مش عمالي بقدر افهم شي صدقني سوري هتصل تاني طيب اتصل تاني أرجوك ليش لأنه يعني الخط أم سوري أخ سامح كان كتير كتير عم بقطع وما قدرت افهم شي سامحني طيب اتفضل أخ سامح امانا حلالتك كويس أوكي ياس أوكي هو زي ما قلت حلالتك ماريون واحد اللحظ في الإسلام ان القرآن بمالك أكثر ما الإنجلي يعني لو هنقرا في القرآن هنلاقي ان القرآن بيقول ان المسيح وهو اتكلم بوافل ما المسيح اتكلم وهو اللحظ وهم ان المسيح خلق وهو لسه خلق من التين طير خلق يتطير ان المسيح كلمة ربنا ان الله ان المسيح روح الله لكن الوحيد اللي بتقاعد ان خلاص العالم يجي عن طريق الصليب طيب اخ سامح في عنا مشكل كبير بال بالاتصال يعني انا عم بسمع كلمي وعش لا بس اللي فهمت منك انك عم تستشهد بالقرآن ان المسيح تكلم في المهد ان المسيح خلق من الطين طيرا ان المسيح هو كلمة الله وروح الله من القرآن هذا اللي قدرت افهم الكلام ما بعرف اذا في طريقة تانية تقدر تتصل فيها رأم تاني او شي اخي الحبيب سامح طيب اعزائي المشاهدين انا اريتكم الى حد الان انه مصير يهود الخائن الذي اسلم الرب يسوع ماذا حدث له ارينا في انجيل المتال صحة 27 كيف انه مضى وخنق نفسه شنق نفسه وبعدين يؤكد هذا الكلام الرسول بطرس بأعمال واحد وهذا الكلام استنادا على نبوات في العهد القديم انه احبائي انه اللي في واحد يبيعه حينكر المسيح سيخون المسيح والثمن اللي حيبيعه فيه وماذا سيحدث لهذا الشخص وماذا سيحدث لما يعيد الفضة وكيف سيشتروا بها حقل واسم الحقل يعني كله موجوده في العهد القديم وحنطلعها هلأ احبائي بالشواهد والبراهيم خليني اقل لك السبع اسباب التي ترفض فكرة ان الذي مات على الصليب شخص اخر غير المسيح او شبيهه خليني اقل لك اول شي يكون الله مع كل احترام كاذبا يكون الله كاذبا وحاش لله من الكذب وحاش لله احبائي فهو المنزح عن الكذب هو الصادق هو الذي يقوله فيكون هو اللي مش ممكن يخدعك اذا فيه شخص بهالكون كله مش ممكن يخدعه هو الله طيب معنى الاخ سامح وبيقول انه الاتصال احسن تفضل الاخ سامح 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 خير تاني انا انا حبيت بس اوضح انه هو التلاقض اللي في الكرآن نفسه انه هو مثلا زي ما قلت قبل كده انه هو بيمجد المسيح اكتر ما من المسيح متمجد في الانجيل زي ما قلت قبل كده انه مثلا انه هو بيقول انه ان المسيح كان بيتكلم وهو في بطن امه وكان المسيح بيتكلم وهو لسه طفل رضيع ان المسيح هو كلمة الله ان المسيح هو روح الله فده كلام جميل جدا عن المسيح لكن اللي بيحبه يعني اللي بيحب القرآن او عدف القرآن انه هو يمنع الخلاص عن طريق المسيح نفسه يعني القرآن بيقول انه هو حي انه هو بيقول روح الله انه هو بيقول كلمة الله انه هو كان بيخلق فتقريبا بيطره صفة الله لكن بيحاول يمنع بكل الطرق ان الخلاص يكون عن طريق الصليب وده فعل الشيطان ده كلام مش محتاجين ان احنا نتكلم فيه كتير مظبوط يا اخ سامح مظبوط طيب بعد في عندك اي اضافة او اللي هو الاضافة بس انه ازاي ربنا مثلا ان المسيح ييجي عن الاختماع ايه كان ايه هو الهدف انه هو ييجي عن الارض مظبوط هو كان كل هدفه انه هو ييجي للارض انه يفدينا في دمه فلو جي على الارض وخلي اللي يسلمه يتصلب مكانه يعني ما لهاش اي لازمة ما كانش ليه اي لازمة انه هو ييجي على الارض يستمتمك كل هدفه ييجي يتصلب ويفدينا في دمه فأخي بس جدا كفاية بالضبط أشكرك أخي الحبيب سامح شكرا لكم أشكرك يا سامح وصلي لأجل المستمعين والمشاهدين من شان يشوفوا الأمر مثل ما حضرتك وضحته ربي باركك هذا السؤال الذي علجناه في عدة حلقات ودائما منعاجه لماذا أتى المسيح؟ المسيح أتى لكي يموت فمش معقولي لما يجي ليموت بعدين وحدتين يموت بدانه وهنا سوف أقدم سبعة براهين لا يمكن لا يمكن ضحضها أن الذي مات على الصليب شخص آخر غير المسيح البرهان الأول هو الله يعني سوف تسيء أنت تسيء إلى الله الذي أوحى للأنبياء بالنبوات في العهد القديم فأنا عندي أربع أمور أنت عم بتحطهم على يعني أنت عم بتخاطر وتجازف عندما تقول أوكي يا جماعة أنا باتفق معكم أنه في صليب وباتفق معكم أنه في شخص مات على الصليب لكن هذا الشخص اللي مات على الصليب مش هو المسيح هو شبيهه عندما تقول هذا الكلام عزيز المشاهد في عندك أربعة أسئلة عليك أن تجيب عليها ماذا عن الله الذي تنبأ أو الذي أوحى أوحى في العهد القديم أن المسيح المسية سوف يأتي وسوف يموت ماذا عن الأنبياء الذين يتكلمون بلسان الله ولا يتكلمون بلسان أنفسهم ماذا عن هؤلاء الأنبياء الذين يعدون بالعشرات الذين تنبأوا عن مجيء المسيح وأنه سيموت وحنشوفها بعد شوي بعض النبوات ماذا عن النبوات المتضمنة في العهد القديم والتي تقول أن المسيح سيأتي وأنه سيموت وسيموت مصلوبا أربعة ماذا عن العهد القديم فإذا كل هذا الكلام يعني غير قابل للصدق فإذا ماذا عن العهد القديم فإذا هو غير صالح للثقة به فلا يصلح أن يكون نقطة مرجعية ولا يصلح أبدا أن يكون يعني أهلا للثقة ولا يستطيع أن نلقي عليه أي شيء فأنت عزيز المشاهد عندما تقول أن الذي مات على الصليب شخص غير المسيح عليك أن تجيب على هذه الأسئلة أين كان الله الذي وعد أن المسيح سوف يأتي ويموت ماذا عن الأنبياء ومصداقيتهم في العهد القديم الذين تكلموا بلسان الله وقالوا أن المسيح سيأتي ماذا عن النبوات المتضمنة في العهد القديم والتي ستكلم عنه بأكثر تطقيق بعد قليل أحبائي عندي مئات النبوات وبعدين إذا كل هالأمور غلط إذن العهد القديم يعني كب على البحر I'm sorry يعني خلص ما إليه لازم فأنت عزيز المشاهد عليك أن تعمل عقلك وأن تكون قابلا للأخذ والعطى وأن تكون منفتحا وتعمل عقلك فالعهد القديم أعزائي المشاهدين بيقول عنه الرسول بطرس تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس وبيقول عنه الرسول بولس كل الكتاب هو موحا به ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديم الذي في البر وبإلا لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس إذن عليك أن تجاوب تجيب عن هذه الأسئلة الأربعة بسرعة رح أروح إلى شخص المسيح النقطة الخامسة والمهمة عزيز المشاهد المسيح ماذا قال عن نفسه هل قال أنه سيموت أم قال أنه سيرفع قبل أن يموت هو تكلم هو قال أنه سيرتفع لكن قال عن ارتفاعه بمعنيين قال أنه سيرتفع نعم سيعود من حيث أتى لكن قبل أن يعود من حيث أتى بإنجيل يحنى ثلاث مرات بيقول أنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وبيقول لهم بإنجيل يحنى ثماني وأنتم متى رفعتم ابن الإنسان وبإنجيل يحنى ثلاث بيقول وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع عدد اتنا وثلاثين عدد ثلاثة وثلاثين من يحنى ثلاث بيقول قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت بها المسيح أحبائي بليز خلي الأرقام تتكلم دعي الأرقام تتكلم المسيح تكلم عن موته في الأربعة بشائر في إنجيل متى وماركوس ولوقة ويوحنى تكلم عن موته وأنه سيموت مصلوبا ثلاثين مرة سبع مرات في إنجيل متى سبع مرات في إنجيل ماركوس ثمان مرات في إنجيل لوقة وثمان مرات في إنجيل يوحنى ما أقوله المسيح الصادق المسيح الأمين السميح المسيح الذي لم يفعل خطية الذي لم يكن في فمه غش المسيح الذي كل ما قاله قاله حسنا ما في حدا قاله لأعداء من منكم يوبخني على خطية يبكتني على خطية ما حدا لا أعداء ولا أشرار ولا شياطين ولا أرواح نجزة استطاعت أن تطلع عيب في المسيح ولا حتى الوالي الروماني ولا حتى رؤساء الكهنة ولا المحاكم الدينية ولا المحاكمات السياسية ما حدا قدر يطلع عيب في المسيح فمحقول المسيح يقلنا كلام وبعدين يرجع فيه فالمسيح وما قاله عن نفسه أحبائي أهل للثقة المسيح إذا فيه شخص أهل للثقة في كل الكون أنا قلت الله وإذا كان فيه شخص في كل الكون كإنسان أهل للثقة هو المسيح لأنه هو الله الذي تجسد هو الله الذي تجسد وطبيعة الإنسانية أحبائي كانت خالية من الخطية فبالتالي أحبائي المسيح الذي هو الله المتجسد هو الذي قال عن نفسه أنه سيموت وسيموت مصلوبا فأنا أصدق المسيح لكن هطلع الفاصل عزيز المشاهد ورح أفتح الخطوط وبعدين رح شارك معك كمان عدد رهيب من نبوات العهد القديم يعني هنخلي نمشي شوي شوي بالأرقام والنبوات ونشوف أحبائي معجزة النبوات وتتميم النبوات واحتمالية تتميم هذه النبوات في شخص آخر غير المسيح رح نشوفها بعد هذا الفاصل فابقى معي أعزائي المشاهدين برحب فيكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم أن تتسأل والكتاب يجيب موضوعنا اليوم المصلوب من هو المسيح أم شبيهه موضوع في غاية الأهمية لأن كثيرين أعزائي المشاهدين ينكرون حقيقة الصليب والذين يؤمنون بالصليب يقولون أوكي الصليب حقيقة تاريخية لا غبار عليها لكن الذي مات على الصليب ليس هو المسيح مع أنه أحبائي مع أنه المصادر التاريخية الموثقة الموجودة عندنا والاكتشافات الأثرية دائرة المعارف اليهودية والمؤرخين اليهود أنفسهم وعلى رأسهم يوسيفوس والوثائق الرومانية القديمة تؤكد كلها بما لا يدع مجالا للشك كلها خارج الكتاب المقدس أنا عم بحكي كلها تؤكد أن المسيح مات مصلوبا خليني أقول أنه هم يقولون يسوع شخص اسمه يسوع مات مصلوبا وأنا في حلقات كمان أكدت أن يسوع هو المسيح لأنه استحضرنا إلى المحكمة إذا فينا نقول استحضرنا شخص يسوع وعيسى وقلنا من هو المسيح يسوع عم عيسى وأيضا استدللنا بالمرجعية الأقدم اللي هي كتب العهد القديم اللي عند اليهود لكي نرى يا ترى النبوات التي جاءت في العهد القديم تنبأت بيسوع أو من الذي تمم نبوات العهد القديم عن المسيح المسيح أي المسيح هل يترى كان يسوع أم عيسى فوجدنا أحبائي أن يسوع شخص الرب يسوع هو الذي تمم كل النبوات التي جاءت عن ولادته مكان ولادته نزوله إلى مصر أين يعيش ماذا سيفعل معجزاته أقواله خيانة يهود له آلامه جلده صليبه طعنه قبره قيامته يسوع الرب يسوع هو الذي تمم كل هذه النبوات إذن عزاء المشاهدين ما زال يجينا لموضوع النبوات وحابب أؤكد لكم أن الخطوط مفتوحة وحابب أسمع منكم في هذا الرأي ياريت في شخص يعني يطلع ويقول لي أخسماعيل كلامك غلط أو لا تتكلم بالمنطق فأنا حابب يعني أن يكون فيه نقاش يكون فيه يعني رد على ما أقدمه عزاء المشاهدين من أحبائي الذين يشاهدوننا الآن أحبائي هذا الكتاب معجزة بحد ذاته في أمور معجزية يدل على أحبائي أنه إلهي أنه صنع إلهية وإن كان قد استخدم الله بشر ليكتبوه هؤلاء البشر حل عليهم الروح القدس وكتبوا ما أوحاه لهم الله لفظا العهد القديم بالعبري والعهد الشديد باليوناني فخرج هذا الكتاب صنع إلهية أحبائي معصوم عصمة الكتاب المقدس معصوم لكن واحدة من الأمور المعجزية في هذا الكتاب عزيز المشاهد أن النبوات التي بين دفتيه يحتوي الكتاب المقدس بحسب الدارسين لكلمة الله على أكثر من عشرة آلاف نبوة بليس سجل هالأرقام عندك حقول مجموعة من الأرقام وراء بعض أرجوك أنك تسجل وتراجعني فيها يعني تطلع على جوجل وتراجع هالكلام فيها الكتاب المقدس اسمه الكلمة النبوية واحد بطرس سمى الكتاب المقدس يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت لأنه يحتوي على أكثر من عشرة آلاف نبوة سأكمل معك هذا الأعداد كيف أن النبوات تتكلم أحبائي عن أن الذي سيأتي ويموت هو المسيح وليس شبيهه لكن بعد ما أخذ اتصال من السيد خالد من الشرق الأوسط أهلا سيد خالد أهلا سيد خالد تفضل أنت عن هواء شكرا كيف الحال السيد إسماعي أشكر الرب أشكرك اتفضل طيب حبيبي في سفر أشعية 53 جميع ما تتكلم أنت عنه مش أنا عن النبوات بحق سيد المسيح وصله أنا أعتقد أنه في العهد القديم لم تجتمع إلا في سفر أشعية وتحديدا إصحاح 53 أوضحها وممكن أنها تنطبق عليه بحسب كلامك عن النبوات في العهد القديم أوكي نعم التناقض اللي أنا شايفه مش أنت اللي أنت شايفه في حسقيات إصحاح 14 نعم ليش أنا اخترت هذا أبغى أن أخشك لبنظور أحد الإسلاميين الوحبيين الداعشيين المتطرفين الكخة سأضع نفسي بدأ منهم ما يكلموك ولا يناقشوك أنا سأضع مكاني مكانهم وأتحدث بلسانهم وما يقولون يقولون أن الأخ إسماعيل يحتج علينا وما شبه لهم لأنه لا يجوز لأنه الله لا يكذب ولا يضع الشبه وليس بخاذ الناس خاصة أن يتركب عليها أبدية أو في الإسلام جهنم يعني يعني عقار جهنم فكيف يتفه لهم يظلوا أيها طب استحالة هذا هذا اللي أنت تقوله لهم أما حيردوا عليك يقولون لك من لسانك أدينك زي ما يقول الكتاب يقول لك روح على حزقي سيال 14 وإقرأ من بداية تفاجأ إلي رجال من شيوخ إسرائيل لغاية مفاصل وأجعل وجه ضد ذلك الإنسان أيوة وأجعل وجه ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا وأصله من وسط شعبي فتعلموني أني أنا الرب إلى آخر ثم العزة تسعة فإن ظل النبي انتبه وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضرلت ذلك النبي وسأخذ يدي عليه وأبيده الإصحاح هذا برمتي يتحدث عن الارتداد عن عقوبة من يرتد عبادة الأصنام فيها ذكر فيقول أنه أيضا يا إسماعيل كده يقول لك الإسلامي الداعشي يقول لك أيضا يا أخ إسماعيل برضو إله الحساب المقدس اللي أنت تتكلم عنه نفس إله الإسلام في مسألة الضلال بسبب العقوبة يعني الفعل من جنس العمل أرجو أنك تكون فهمت الفكرة الثانية أشكرك أشكرك سيد خالد مع أنه يعني الموضوع شوي خارج النص لكن سأجيب عنه بسرعة وسأخصص وسأخصص يعني قاعدك أني سأخصص حلقة أعالج فيها هذه الآيات العسرة الفهم والتي تؤخذ خارج نصها وكيف للأسف يفسرها غير العلماء لهلاك أنفسهم أولا أريد أن أؤكد لك أخي الحبيب أنه مش بس إشعية 53 تتكلم عن ألام المسيح سفر إشعياء مليان كله نبوات عن ألام المسيح وعن صليب المسيح مزمور 22 مزمور 69 مزمور 40 مزمور 41 عن خيانة يهودا عندي زكريا 11 زكريا 12 زكريا 13 عندي إرمية عندي أماكن كثيرة من العهد القديم هأذكرها هلا بعد شوي تتكلم عن أن رب يسوع المسيح سوف يأتي وسوف يموت ويموت مصلوبا ويتألم ويقوم لكن بالنسبة للموضوع الذي أثرته في حسقي الـ 14 أخي الحبيب خالد عم بيقول شوف شو بيقول عم بيقول أنه في ذلك الوقت اجوا شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامه والرب كلمه قال له يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا مع ثارة إثمهم تلقاء أوجوههم فهل أسأل منهم سؤالا هؤلوا جايين مش نوعين يتوبوا هؤلوا جايين وهم عندهم أصنام في قلوبهم فهؤلوا جايين بس مجرد يعني وجاها لأجل ذلك كلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم يأتي إلى النبي فأني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه أنت جايلا عند النبي طب أنا هجيبك حسب كثرة أصنامك لكي آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم لأنهم كلهم قد ارتدوا عني بأصنامه كل بيت إسرائيل لذلك قل لي بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم اصرفوا وجوهكم لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء المتغربين في إسرائيل إذا ارتد عني وأصعد أصنامه إلى قلبه ووضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم جاء إلى النبي ليسأله عني فإني أنا الرب أجيبه بنفسي وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا وأستأصلهم من وسط شعبي فتعلمون أني أنا الرب فإذا ضل النبي فشوف الفكرة وين أنه أنت رايح يا إسرائيلي والذي أصعدت أصنامك إلى قلبك رايح لعند النبي فإذا النبي تكلم بالكلام اللي أنا بقول له يا توبوا ارجع هذا النبي تكلم من عندي لكن إذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائيل ويحملون إثمهم كإثم السائل يكون إثم النبي لكي لا يعود يضل عني بيت إسرائيل ولكي لا يعود يتنجسون بكل معاصيهم بل يكون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها يقول السيد الرب ما معنى أن الرب أضل ذلك النبي لأن ذلك النبي كان نبيا كذابا فهو من البداية نبي كذاب وتكلم للشعب وقال لهم ما تخافوش وخاصة في سفر حسقيال كانوا مسبيين كانوا مسبيين وين؟ في بلاد العراق في أشور وفي كلدان كانوا مسبيين هناك في تلك المناطق فكان الانبياء كذبا بين الشعب وبيقولولهم خلص سلام وخليكم مثل ما أنتم وما في مشاكل فهذا النبي أرده وضال واستمر في ضلاله وإضلاله للآخرين فالله أضل أكثر مثل بالضبط ما صار مع فرعون فرعون قص قلبه قص قلبه قص قلبه فالله قص قلبه أكثر وهكذا يحدث عندما يتمادى النبي وخاصة رجال الدين في الشرور ولا يتوبون فالله يزيدهم لكي يكون عبرة لمن يعتبر صلاة أن يكون هذا الجواب يعني مؤقتا شافيا إلى أن أتناول الموضوع بأكثر تدقيق وأخذ حلقة في هذا النص معي كمان اتصال من السيدة ليلى من ألمانيا أهلا وسهلا أخت ليلى سلام المسيح أخ اسماعيل سلام المسيح لألك أختي بنسبة المسيح مثلاً مصنوبه والمسيح عن شبيهه هناك إثباتات تاريخية من مختلف المؤرخين بغض النظر عن رجعياتهم إذا هما وسنين من يونان أو من روم أو من اليهود مثلاً مثلاً هناك واحد اسمه ثالوس المؤرخ يعني هو كان من عظماء مؤرخي الروما فهو يذكر بمجلده الثالث بأنه قال بأنه سلب المسيح حدث في احتفال اليهود الفصح والقمر يكون مكتملاً ويعني ظاهرة كسوب الشمس هذه ما ممكن تحدث لما يكون القمر مكتمل لذلك لا هذه تكون من المعجزات بأنه كسوب الشمس يحصل لما يكون القمر مكتملاً وفي أيضاً مؤرخين كثيرين ولكن الشيء الأكثر وضوحاً هو كيف وصف داود النبي صلب المسيح لما قال ثقبوا يدي وعلى ثيابي اقترعوا يعني بالتفصيل كان صلب المسيح في مزمور داود فلذلك أنا اقتناعي يعني مليار في المية لأنه كان المسيح الذي صلبه وليس شبيهه شكراً أشكرك يا أخت ليلة أمين يعني الحقائق اللي حضرتك قلتها يعني فعلاً مؤرخين محترمين رومان ومؤرخين يونانيين ومؤرخين يهود وعلى رأس ميوسيفوس وكلهم أقروا أن الذي مات مصلوباً هو يسوع هو الرب يسوع وحضرتك أشارتي اللي هلأ هأعرضه على الشاشة من مزمور 22 كيف أن داود ألف سنة قبل المسيح تنبأ أن المسيح سيأتي وسوف يموت مصلوباً معي كمان اتصال من أخت أم ستيفن من أمريكا أهلاً وسهلاً تفضلي صباح الخير أخي سماعيل كيفك؟ أهلاً أم ستيفن الرب يباركك أهلين أنا بس عندي يعني مقطع صغير حابت أشارك معاكم بالنسبة عندنا نحنا شهود عيان نعم للموت وقيامة المسيح وهن تلاميذ المسيح دايماً لما يكون فيه شاهد أو شاهدين بيكون المواحد معه يعني بيقولك شاهد أو شاهدين نحنا عنا مش شاهد وشاهدين عنا أكثر من عشر من تلاميذ المسيح اللي شفوه ما وشفوه لما قام وظهر لهم وفرجاهن إيدي كوبتين وبعدين عطاهن قوة وراحوا جال المسكونة كلها يبشروا بكلمته وعطاهن سلطان يقوموا موتا بترس قام موتا قاموا ناس واحد أعرج كمان كان على بالهيكل قدام الهيكل يعني هذي دليل واضح إنه المسيح مات وقام وهو هو وأعطاه سلاميذ وكملوا الرسالة نحنا كيف ليش نحنا مدلنا يعني وندلنا ندور حالنا عنا شهود عيان وهدولي شهود العيان واضحين بالإنجيل وكلهم ماتوا شهده من أجل المسيح كمان يعني مش ماتوا موت يخافوا كلهم ماتوا موت من عدى يحنى ماتوا كلهم من أجل المسيح مين بيموت من أجل المسيح وهي يعني رسالة مش مزبوطة أنا بشكرك كتير أم ستيفن لأجل هالكلام اللي حقارضه هلأ بعد شوي أنا بشكرك أنه شهود العيان وبحب ضيف أنه بش بس المسيح ظهر لتلاميذ الأحد عشر لكن ظهر كمان ليعقوب أخ الرب وظهر كمان دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق عندنا كوريان ثلث وقال 15 فعندي أنا شهادة أكثر من خمسمائة شخص يعني بالمحكمة بأننا شاهد شهادان ثلاثة لحتى يعني تمشي القضية بس نحن عنا خمسمائة واثنعشر شخص وبعدين ظهر لستيفانوس وظهر بعدين لشاول الترسوسي أحبائي الأدلة الأدلة على أن الذي مات على الصليب من شهود العيان كثيرة بالمئات بالمئات بشكرك اختي أم ستيفن وكمان قالت نقطة رائعة أنه هولي لما أجو لا يموتوا يعني لو أنه كان الأمر مجرد كذبي فبيقولي يا جماعة سوري سامحونا نحن أخطأنا يعني اتمادينا فسامحونا لكن لا لم أبدا لم يتوانوا عن أن يفنوا حياتهم وأن يستشهدوا لأجل المسيح تبارك اسمه طيب في عنا اتصال طيب أوكي الخطوط مفتوحة بحب أكد لأحبائي أن الخطوط مفتوحة خليني امشي تسلسل وبليس سجل عندك هالأرقام عن نبوات روعة النبوات وتتميمها في الكتاب المقدس مثل ما قالت أحبائي في دارس قالنا درس الكتاب وعد النبوات الموجودة لأنه في عنا أكثر من عشر تلاف نبوة في الكتاب المقدس عشان هيك واحد من أسماء الكتاب المقدس اسمه الكلمة النبوية وبيقلنا الرسول بطرس التي هي أثبت أن تفعلونا حسنا تفعلونا حسنا عشر تلاف نبوة من هذا العشر تلاف نبوة بالعهد الأديم عزيز المشاهد في عندي أكثر من خمسمائة نبوة عن المسيح أكثر من خمسمائة نبوة عن المسيح تتكلم عن شخص رب يسوع لكن أنا حركز فقط على أربعمية وأربعة عشر نبوة هذه الواضحة جدا بيقولولك لا هذه يعني فيها كذا مش واضحة هذا استنتاج أوكي في عندي أربعمية وأربعة عشر نبوة واضحة وضوح الشمس أنه مش ممكن إلا المسيح من هالأربعمية وأربعة عشر نبوة يسجل عندك عزيز المشاهد و بليز ممكن تشيك وراي وتأكد الكلام أنك تطلع على جوجل واليوم في عنا دائرة معارف رهيبة اليوم نشكر الله لأجل المعلومات الموجودة على الإنترنت لكن نروح على مواقع مسيحية محترمة طيب في عندي من الأربعمية وأربعة عشر نبوة ثلاثمية وثلاثة وخمسين نبوة تمت في مجيء المسيح الأول من الأربعمية وأربعة عشر في عندي ثلاثمية وثلاثة وخمسين نبوة تمت من أول ولادة المسيح لحد يعني موته وقيامته وصعوده ها في مجيءه الأول من 353 بقلنا كتاب جوش مكداول برهان يتطلب قرارا يقول أنه بأسبوع الألام من وقت ما دخل المسيح دخوله الظافر إلى أوروشاليم حتى قيامته وصعوده في عندي بأسبوع الألام من سميع أسبوع الألام سوري مش صعوده بس حتى قيامته يعني من الأحد للأحد مئة نبوة تمت في من بأسبوع الألام مئة نبوة فعندي مئة نبوة تمت في أسبوع واحد والمسيح بمجيء الأول كله تم من 353 نبوة وبالعهد القديم في 414 نبوة واضحة وضوح الشمس عن المسيح وفيه 500 نبوة عن المسيح بشكل عام والكتاب المقدس كله عشر تلاف نبوة طيب خذ الأعجز من هيك في يوم الصليب صحيح المسيح تلمم 353 نبوي من 414 الباقي حيتممه لما حيرجع في مجيءه الثاني لاحظ ما عزيز المشاهد أنه 353 اللي تمام المسيح من 414 حيتمم الباقي منه في مجيئه الثاني اللي عن قريب جدا عندما سيظهر بقوة ومجد كثير لكي يدين الأحياء والأموات ولكي يملك ملكه الألف السعيد على الأرض ألف سنة من 353 في عندي مئة نبوة تمت في أسبوع الألام من دخول المسيح حتى قيامته في يوم الصليب من الليلة التي أسلم فيها من الليلة التي أسلم فيها وحتى دفنه وقيامته تمت عفوا وحتى موته على الصليب بهال 24 ساعة بقلنا جاش مكداول في 48 نبوة تمت في 24 ساعة يعني بكل ساعة كان فيه نبوتين عم بيتمبو طيب من هال 48 نبوة نحن هناخد بس تقريبا يعني عشر نبوات عشر نبوات ورح نطبع عليهم نظرية الاحتمالية أنه ممكن تتم في أي شخص هيك صدفي مجرد أي شخص صدفي ومثل ما أصدقائنا بيقولوا أنه هذا يعني شبها له طيب حناخد اتصال من بنت الرب العابرة من العراق أهلا بك أختي أهلا وسهلا سلام المسيح سلام المسيح لعلك أختي سلام المسيح الأخ نمر أنا عابرة من العراق أهلا وسهلا البرنامجكم كل شرايا أو يعني والمواضيع اللي تفرحها كل شرايا بحديت أشاركولي أول مرة طبعا أنا أشارك البرامج أخرى بس أني في السؤال الحيني حديت يعني أنت اللي حضرتك كيف جاوبنا عليه من كان اللي هو على الصليب من الصلب وكان اللي جنب هذا الصارف وقال له شوفي فآن يعني أروح معك وقال له اليوم تقوم معي معك يا حساسة على أخرى والمركب من الرياح من الوقصة ويشف المرضى وكلها يعني هاي الأحداث اللي قبل الصلب هل هو كان الله أم ابن العذرة المطوبة؟ هذا محيرني يعني من كانت يسوها المعجزات كلها هل هو ابن مريم العذرة المطوبة؟ أم هو الله بنفسي كان موجود على الأرض؟ ينزل آمين واللي قام واللي ينزل طبعا يعني هاي محيرتني كانوا كانوا أعطوا الجسد والرفع وقام يوم الفارس أو يوم الخميس ومفارس كل هذا الحاديث كلها عاطتها بس كبك في هذه الأشياء شو ممكنه محيرتني اللي بيسوها المعجزات ما في المطوبة وغيرها 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 وإخبارنا هذا الصارف المعاعة الصليب يقول لك اليوم يعني معي تصعي للسماع الحياة الأبدية هل هو كان هو أم هو المسيح قبل أن يصلب؟ أشكرك أختي بنت الرب أول شي لاتصالك لأول مرة بالبرنامج؟ ما عندي أي شك باليعني بالأم يعني أضرت آني قبلت المسيح وما أتابع غير بس هل قررت تركت أخبار تركت برامج أخرى مثلية ما عندي بس هاي القنوات أتعباحها حضرتكم وغيرها وغيرها يعني كل شيء المعاعة وقبلت المسيح والآخرة بس خذي إن شاء الله اللي دا شو حاضر يعني عجبني يا أخوان والي وكان الله ينزل حاضر يعني هي قتل سيد المسيح أم هو المسيح نفسه؟ حاضر وصل السؤال حاضر وصل السؤال أنا أول شيء بشكرك أختي لأجل اتصالك معنا لأول مرة وبشكر رب أنك أتيت لنور المسيح وأشكر رب لأجل سؤالك المهم هذا دليل أنك تفكرين وأنك تريدين أن تبني إيمانك على قناعة حقيقية مش مجرد هيك الشعور وعواطف فأنا أشكر الله من أجلك خلينا أخذ اتصال كمان من مهند وسأجيب على سؤالك اختي الفاضلي بس عندي الأخ مهند من أمريكا أهلا وسهلا سلام المسيح نعيم سلام الرب يسوء لألك أهلا بك الله يخليك والمشاهدين جميعا بالعالم أمين يا رب أمين عندي سؤال بس ما أعرف سؤال سيكون نظر حلقة اليوم ولا لا ما أعرف يعني لعن تسمحوني أن أسر هذا السؤال تفضل حبيبي اسم الكتاب أنت تسأل والكتاب يجيب تفضل نعم نعم هيك احنا اتصلنا سؤالي أنه الرب يسوع المسيح نسلط من أجل هذا العالم لأن يعيش احنا بس للتوضيح للتوضيح يعني سؤالي أنه المسيح لما مات على الصليب ودفن في ثلاث أيام اشتما نقول لحنا ثلاث أيام المسيح دفن وفي اليوم الثالث قام نعم صح هل ثلاث أيام هل ثلاث أيام المسيح شو عمل عماله خليل التوضيح الناس والمشاهدين يعملوا أنه خليل يعرف أن المسيح لثلاث أيام شو عمل عملها بالشيطان وشو عمل بالجحيم وشو عمل الموتة اللي صاره من السنين ميتين ممكن بس هذا السؤالي بتوضيح بس سوري سؤالك أنه بها ثلاث أيام اللي المسيح لما مات نعم هم بيعمل معجزاته وميت بس ثلاث أيام كمان طيب رائع سؤال رائع جدا أنا بشكرك من أجله وسأوضح حاضر أخ مهند كمان عندي اتصال من السيد شحادة من مصر أهلا وسهلا طيب أخ شحادة يريد ترجع تتصل لأنه الخط نقطع أم سليمان نعم أهلا وسهلا تفضلي أهلا فيك طيب أخ شحادة يريد ترجع تتصل لأنه الخط نقطع هلو تفضلي أنت على الهواء أوكي أهلا أسيس كيف حالك أشكر الرب ربي باركك تفضلي الرب يباركك ويعطيك استعاد الإلهي على هالكلام الحلوء والإثبات مية في المية عن المسيح لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد أمين هو اللي انصلبه هو اللي قامه هو الغافر خطيانا أمين وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقي لي الأحمال وأنا أريحكم أشكر الله فتجنوا راحة لأنفسكم لأن نيري هيل وحملي حفيف هذا هو المسيح اللي إحنا ماشيين وراه نور العالم لأنه محدش بمشي الظلمة اللي بمشي مع الله يسوع هو هو القيامة والحياة أشكرك على تعبيرك اللي عبرتك والحقائق الموجودة عندك فهما حكينا الشان عاجز عن التعبير المسيح يحفظك ويكون معك يحميك من عسرات الزمان يا رب يا رب أشكرك أم سليمان لأجل هالدعوات التي أحتاجها ولأجل كلامك الرائع عن الرب يسوع واللي حعلق عليه طيب عزي المشاهدين أنا بطر أطلع على في عندي اتصال طيب بنطلع الفاصل وبعدين أعود لكي أرد على أجوباتكم وأخذ مزيد من اتصالاتكم وأكمل هذه الحلقة المصلوب من هو المسيح أم شبيهه فابقوا معي أعزائي المشاهدين برحب فيكم في هذا القسم الأخير من هذه الحلقة من برنامجكم أن تتسأل والكتاب يجيب موضوعي في غاية الأهمية المصلوب من هو المسيح أم شبيهه إلى حد الآن أحبائي رأينا أنه لا يمكن أن الله الذي أوحى لأنبيائه الكثيرين في العهد القديم بنبوات تعدادها بالمئات أن المسيح سيأتي وسيموت وسيموت مصلوبا لا يمكن لا يمكن لأي عقل لأي إنسان ذو عقل وذو منطق يقبل أن شخصا آخر يموت غير المسيح وسأثبت هذا بفقط سوف أعرض على حضراتكم عشر الدلائل أنا قلت في عندي عشر تلاف نبوة في الكتاب المقدس تقريبا خمسمائة نبوة عن المسيح من الخمسمائة في عندي أربعمية وأربعة عشر نبوة واضحة وضوحة الشمس لا تقبل أي غلط أو شيب أو انتقاد لم تتم إلا في الرب يسوع من الأربعمية وأربعة عشر نبوة في عندي ثلاثمية وثلاثة وخمسين نبوة تمامها الرب يسوع لما آت في مجيئه الأول من ثلاثمية وثلاثة وخمسين نبوة اللي تمام المسيح في أسبوع الألام من دخوله الظافر يوم الأحد إلى أورشاليم حتى قيامته حتى قيامته عندي مائة نبوة قد تمت في يوم الصليب من لما أسلم المسيح وحتى مات على الصليب ثمانة وأربعين نبوة تمت أحبائي هنشوف هلأ بعد شوي نظرية الاحتمال أنه تكون هذه النبوات بس فقط هياخد من الثمانة وأربعين نبوة عشر نبوات ونطبق نظرية الاحتمال التي تكلم عنها جاش مكداول في كتابه برهان يتطلب قرار لكي نؤكد يحباء أنه استحالة استحالة أن يكون هذا الأمر حدث مع شخص آخر غير الرب يسوع الذي هو المسيح طيب في عندي كمان اتصال بتصور من الأخت أم بيتر من العراق أهلا وسهلا أهلا بك أخت سماعي أهلا بك أخت الفاضلة تفضلي الموضوع مهم بالنسبة للإسلام طبعا هو في توم الرسول عندما ظهر عليه المسيحة قال له ضع أصبعك في مكان المسامير هذا دليل ثانيا هل إن برهم العضواء كانت مقدسة منذ البدء هل كانت لم تعرف ابنها إن كان هو أم لا هل تركها الله سبحانه وتعالى تتخبط مع بعضها البعض وكانت تبكي تحت الصليب وتنوح لابنها الرب وهي كانت تعلم بأنه المسيح هو الرب وسيفعل به هذا مسبقا كانت تعلم مسبقا قبل الأحداث كانت تعلم مريم عضواء فهل مريم عضواء لم تكن تعرف ابنها ثانيا شنو الفائدة من تغيير الحقائق شنو الفائدة يعني شنو هم استفادوا آخر شي ما فهمت أختي الفاضل إن بيتر لأنه الصوت عم بروحه بيجي فآخر كلام ما فهمته الإسلام شنو الاستفادة من تغيير الحقائق آه أوكي أوكي أشكرك أوكي يعني أوكي أسئلة أنا رائعة جدا لأنه كلها بتدور حول الصليب فأنا سعيد جدا من يعني تفاعل إخوتي المشاهدين معي ومن الأسئلة اللي عم تسألوها وتأكدوا أحبائي أنه هاي الأسئلة اللي عم تسألوها تدور في عقول الملايين فلما بتتشجع أو بتتشجعي أخت الفاضلة وبتتصلوا على البرنامج وبتسألوا أسئلة كنت أكدوا أنه في آخرين آلاف مئات الألاف تدور في أذهانهم هذه الأسئلة فأنا بشكركم لأجل هذه الأسئلة التي تسألونها والتي بنعمة الرب سأجيب عليها من الكتاب المقدس والنور الذي أعطاه الرب خليني أولا أبتدأ بأختي بنت الرب العابرة من العراق سألت سؤال في غاية الأهمية أو أكدت أكدت أنه هذا الشخص اللي كان معلع الصليب لابد أن يكون المسيح وإلا ما كان بيقل له للص اللي حده اللي تاب ما كان بيقل له أنه الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس في متصلة أنا بشكرها كثير اتصلت وقالت يا ريت الأخ اسماعيل بعيد السؤال لأنه مش عم نقدر نفهم اللهجات لأنه عم يجينا مختلف اللهجات ونشكر الله يعني عم يلي بقدر افهم عليكم لهجاتكم فحاول عيد السؤال اختي بنت الرب قالت دليل أنه اللي مات على الصليب المسيح أنه لما قال له اللص اللي تاب قال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك فلقد رأى هذا اللص أنه هذا الشخص اللي حده مش يهوذة ومش شبيه المسيح لا هذا المسيح نفسه ودعاه ربا وقال له اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك فأجابه المسيح وقال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفرداوس فلو كان يهوذة يقول له يا رب يا من يحزنون تركني بحالي خليني بمصيبتي إذا كان في عنده عقلي رد لنفرض أنه كان يهوذة أو شبيهه أحبائي لكن سأل السؤال مهم جدا أنه طيب اللي كان معلع على الصليب هل كان هو الله والله هل كان ابن العذراء المطوبة مريم هذا كان سؤال إختي بنت الراب أقول لك أخت الفاضلة الذي كان معلقا على الصليب هو الله الظاهر في الجسد هو الله الذي تجسد في شخص المسيح المسيح الذي ولد من القديسة العذراء مريم هذا هو الذي كان معلقا على الصليب خليني اللي كيها بطريقة تانية الله روح الله لا يموت لكن لكي يقدر الله أن يموت تجسد قال لي أخ سماعين بس ليش الله بدي يموت آه الله بدي يموت لأنه أنت وأنا أخطأنا طيب إذا نحن أخطأنا طيب ليش الله يموت آه لأنه الله حط قانون آه لأجرة الخطيئة موت انفصال أبدي في الجحيم الأبدي طيب ما نحن أخطأنا ويلا خليه يطبع حكمه فينا ويودينا كلنا عجهنم آه لكن الله محبة والله لو طبق فينا حكمه وأنزل بنا عدالته لكنا ذهبنا كلنا إلى الجحيم لكن الله في محبته أتان متجسدا في شخص المسيح في أحشاء المطوبة العذراء مريم فعندما حبل بالروح القدس في أحشاء المطوبة العذراء مريم الله اتحد بالإنسان في شخص المسيح وهذا الاتحاد كان اتحاد أبدي من تلك اللحظة اتحد هذا الاتحاد وإلى أبد الآبدين لم يفارق لاهوت ناسوت لحظة واحدة كما نقول ولما كان المسيح معلقا على الصليب من هو المسيح؟ إنسان أراك أمامي إنسان لكن هو الله الظاهر في الجسد كالمسيح كإنسان يقول إلهي إلهي لماذا تركتني لكن كالله يقول له يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وكإله يقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي إذن الذي كان معلقا على الصليب هو الله الظاهر في الجسد مرألت عبارة وكثير من إخوة المسيحيين أن نبوني عليها لكني أعيدها لأن حقيقة أحبائي الله لا يموت لكن الذي مات على الصليب هو الله من اللي مات على الصليب صحيح يسوع الإنسان هو الذي مات لكن هو مين في حقيقته هو الله الظاهر في الجسد صلاة أن يكون الإجابة يا اختفاض لي يعني كافية بالنسبة لألك بروح تغري إلى سؤال خي مهند المتمم لهذا السؤال بعد ما مات المسيح على الصليب ثلاثة أيام لقد بقي في القبر ثلاث أيام وقام في اليوم الثالث يوم الأحد ماذا كان يفعل للمسيح للأسف في تعاليم شيطانية رهيبة تقول خليني أقول شي بيقول التعليم الغلط بالأول لكي نضحضه يقول أن المسيح عندما مات ذهب إلى الجحيم وهناك أخرج قدسي العهد القديم وأخرجهم وأخذهم معه إلى الفردوس كلام أحبائي لا أساس له ولا وجود له في كلمة الله أو هناك من يقولون أنه ذهب إلى الجحيم لكي يكمل هناك عمل الكفارة من أين أتيتم بهذا الكلام؟ هذا كلام يا أحبائي كلام غريب عن الكتاب المقدس أحبائي الرب يسوع قبل أن يموت وقبل أن يقول للآب يا أبتاه في يدك أستودع روحي قال قد أكمل 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 المسيح العمل قبل أن يموت دفع المسيح الثمن كاملا على الصليب وهذه يهودة أو شبيهه ما كان بأولى وهذه في ضمن وصلب موضوعي أن المسيح وكلماته التي قال عن الصليب تؤكد أنه المسيح وليس آخر لأنه من يقول إله إله لماذا تركتني؟ لأنه كانت تتم لنبوة ويا أبتاه في يديك أستودع روحي الإبن يستودع روحه الإنسانية كان المسيح يا أحبائي يستودع روحه الإنسانية في يد مين؟ في يد الله الآب وجسده عندما مات جسده أين ذهب جسده؟ الرب رتب تلميذين يوسف الرامة الذي من الرامة ونيقو ديموس لكي يأتوا وينزل جسد المسيح ويكفناه بالأطياب وبعدين يأخذ يوسف إلى قبره الجديد الذي لم يوضع فيه إنسان ويوضع فهذا ما حدث يا أحبائي المسيح جسده كان لأنك لن تدع قدوسك يرى فسادا لقد ذهب جسده إلى القبر نعم ونفسه في يد الآب وفي اليوم الثالث واللهوت ظل متصلا بالجسد وبالنفس لأنه هو الله نعم صار فيه انفصال بين النفس الإنسانية وجسد يسوع لكن اللهوت ظل متحدا بالجسد وظل متحدا بالنفس إسماعيل كيف هذا الكلام؟ هو الله هو الذي يستطيع كل شيء أعزائي المشاهدين والذي صار في يوم الأحد أنه اللهوت رجع النفس إلى الجسد وقام المسيح بجسد ممجد هذا ما حدث أحبائي في ثلاث أيام المسيح أم سليمان شكرا لأجل اتصالك الرب يسوع إلى اليوم ما يزال يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثاقلي الأحمال وأنا أريحكم يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد ومش ممكن يتغير وأن بيتر قالت لنا أنه الكلام اللي حنقوله أنه تومى بعد القيامة قال له الرب يسوع قال له تعال يا تومى تعال وضع إصبعك في أثر المسامير وهاتي يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمن فسجد تومى وقال له ربي وإلهي لو لم يكن الكلام صحيح أنه في ثقوب المسامير ما تزال في يدي المسيح ورجلي والكلام اللي وقال له حط إيدك لو ما رأى تومى هذا الكلام ما كانش قال له ربي وإلهي وبعدين كمان اخت الفاضرة قالت معقولي أم لا تعرف ابنها الشعكيد المطوبة وحنحكي أنه المسيح مش بس المريم عرفت ابنها لكن المسيح من على الصليب يهتم بأمه يقول للتلميذ الذي كان يتكي في حضن يسوع يا تلميذ هو ذا أمك وبإلا يمرأ هو ذا ابنك من ذلك الوقت أخذها يوحنى إلى حقصته فلو كان شبيهه هل كان ليهتم بمريم القديسة؟ أبدا يا حبائي ولماذا يغيرون الحقائق أخت الفاضلة لأنه للأسف الشيطان دائما يكره المسيح ويكره صليب المسيح ويكره الكتاب المقدس كلام المسيح فلا عجب لا عجب لماذا تغيير الحقائق لكن شكرا لله من كل القلب أن الكتاب المقدس الكلمة النبوية وهي أثبت من كل شيء التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها وعن وثائق مخطوطات وثائق تاريخية اكتشافات أثرية مؤرخين يهود يونان رومان دائرة المعارف اليهودية حن أطنان من الأدلة بس للي مخلص في قلبه واللي بيفتح ذهنه مستعد يتقبل هذه الحقائق معي اتصال أخ شمعون من العراق أهلا وسهلا أخ شمعون أهلا وسهلا أنت على الهوى تفضل أتخل مع الأخ شمعين تفضل أنت معي أنت على الهوى نعم 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 عدنا بالكتاب المقدس من أول صفحة في تكوين إلى أخ شمعون من أول صفحة يمكنني بين المسيس سوف يأتي وهو الإله الخالق والديان وسوف يصلب ويتصن ثلاثة أيام وبعدها كام يقوم إلى السماء وقد حامل الإبليس بكل جاده أن يفهم من الصبر لكننا لم أستطيع نعم فما أرد فما أرد أرد الإبليس وجد وجد ضلط في كتم كتم تجل فيه تجل فيه كان يعرف من 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 منصر من طفولتي وجد فيه وغاية حظة من منكثم إلى محمد وأعلمه أول أول ما قام به أنكر إله هو المسيح ثم أنكر أخير المسيح وقامته لأنه لأنه لا يفقد أتباعي وعلمه وعلمه بأن يفتل جميع أن يفتل كل من نية وعلى المسيح سيد خليك خليك تابع تابع معي أنا قلت عندي عشر نبوات في نهاية الحلقة ركز معي لأنه هذه خلاصة الحلقة أحبائي ونحن نؤكد مرة أخرى أن الرب يسوع هو الذي مات على الصليب مؤكدا أن هو الصليب وليس آخر أحبائي عندي في العهد القديم مزمور 41 ومزمور 55 ومزمور 109 آيات تتنبأ عن أنه في واحد من أصدقائه أقرب أصدقائه سيخون المسيح آكل خبز رفع علي عقبه وبعدين مش بس بيقلنا كيف هيخونه أنه هيبيع وبيقلي ثمن الفلوس التي سيدفعها فيه 30 من الفضة بتلاقيها بإرميا وتلاقي بسكرية 11 وبعدين بيقلي أنه لما حيروح ويشوف أنه غلط ويندم حيروح يرجع الفلوس ولما حيرجع الفلوس شو هيعملوا فيها رؤساء الكهني مش هيقبلوها ويحطوها بالخزانة لأ حيروح ويشتروا حقل ويسميلي اسم الحقل حقل الفخاري وشو حيسموه الحقل فيما بعد غير اسمه حقل الدم ويصير مقبرا للغربة هيكل موجود في سفر إرميا وزكريا من عدد 12 عم يوصف نبي داود يكتب بالروح القدس أحبائي أنا حقر قراءة فقط ألف سنة أنت تصور هذا الكلام نبوة عن المسيح وأنه سيموت مصلوبا وبلسان المسيح بروح النبوة مكتوبة ألف سنة على فم داود في سفر المزامير يلي إخوتي بسموه الزبور فخلينا نقرأ مع بعض أحاطت بي ثيران كثيرة يتكلم عن اليهود يصفهم بالثيران اكتنفتني فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مزمجر عدد 14 كالماء يوصف نفسه كالماء انسكبته انفصلت كل عظامي عندما وضعوه على الصليب انفصلت كل عظامي صار قلبك الشمعي قد ذاب في وسط أمعائي عدد 15 يبست وهو على الصليب يبست مثل شقفة قوتي من عطاشه لأنه صار ديهايدريشن عنده ولصق لساني بحنكي وإلى تراب الموت تضعني عدد 16 لأنه قد أحاطت بي كلاب يتكلم عن اليهود الرومان الرومان الثيران يشيرون إلى اليهود الكلاب يشيرون إلى الرومان الجنود الرومان أحاطت بي كلاب جماعة من الأشرار اكتنفتني اسمع ثقابو ثقابو يدي ورجلي مع أنه ميتة الصلب لم تكن معروفة إلا في العصر الروماني ولم يمارس اليهود أبدا الصلب فقط الرجم هنكمل لبعد عدد 17 مش بس أنه كيف سيموت سيموت مصلوبا لكن بيقول أحبائي أحصي كله عظامي وهو على الصليب معرّة كان فيك تعد عظام المسيح وهم ينظرون ويتفرسون في أحبائي هذا ماذا حدث في الصليب هتطلع الآية الثانية عندك أنه رب يسوع في إشاية 53 عفوا خلينا مزمور 22 لما حينحط على الصليب شو حيقول في نبوة بتقول أنه مزمور 22 عدد واحد بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري نفس الكلام المسيح يقول إلهي إلهي لماذا تركتني وبيقوله بالنطق الآرامي إيلي إيلي لمشبقتني بترجم لنا يا متى بيقلنا الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا لماذا تركتني كمان في نبوة بيقلي أنه المسيح لما حيموت حيموت ويحصى مع أثمة حيموت بين مذلبين مذلبين لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه ساكب للموت نفسه إشعياء كتب نبوته 700 سنة قبل المسيح ما شاف داود ولا بيعرف شي عن داود لكن عم بيقلي بالروح القدس أنه المسيح ساكب للموت نفسه أحصي مع أثمة يعني عدوه مع الأثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذبين عدد تسعة من نفس الإصحاح بعد ما مات المسيح الأشرار يعني اللي صلبوه قاله هنحط قبره مع الأشرار وشو علا مع الأشرار قبره هذا كان فكر لكن اللي صار أنه لما مات المسيح لا لم يلقى مع الأشرار ومع غنيا عند موته أتى أتى يوسف الذي من الرام الذي كان غنيا وأخذ جسد رب يسوه معني قديموس وحنته وكفنوا بالأكفان وبعدها أخذه ووضعه في قبره الجديد الذي لم يدخله أي إنسان على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش كمان هتطلع عندك آية أنه المسيح لما هو معلع على الصليب بعد ما يموت سوف يطعن فغريب كان الأمر لجنود الرومان لأنه كان اليوم اللي صلى فيه المسيح الجمعة وتاني يوم كان السبت سبت مقدس لأنه كان سبت الفصح يعني كان لابد أنه ما تبقى الأجساد معلقة على الصليب فأرسل أمر بيلاطوس لأنه رؤساء الكهن قالوا له يلا عجل نزل المصلوبين من شان نفوت على يوم السبت بدون تدنيس يا لي وقاحتهم ويا لي تحريفهم المهم فرح أمر من رئيس الكتيبة القائد الماء للجنود تبعوله روحوا وكسروا سيقان المعلقين على الصليب فأجل الجندي الروماني وجد أنه المسيح قد مات شو عمل فطعنوا بالحربة لم يكسر ساقه لكنه طعنوا وغريب وبيقلنا يوحن لكي يتم الكتاب لأنه في نبوتين في نبوه بتقول أنه حيموت مطعون وفي نبوه بتقول أنه عظمه منه لا يكسر حنطلع لأي مرة تاني من زكريا 12 بيقول وَأَفِيضُوا عَلَى بَيْتِ دَاوُدِ وَعَلَى سُكَّانِ أُورِشَلِيمِ رُوحَ النَّعْمَ وَالْتَضَرُّعَاتِ لما حيجي المسيح ويرجعلهم بمجيء الثاني فينظرون إلي حيشفون اللي تاموا من اليهود وآمنوا بالمسيح الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد الله آه هذا أنت اللي كنا مستنينه وننتظره ولم نعرفه وطعمناك فينوحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره هذا اللي حيصير لكن آخر نبوة اللي حأعرضها معك عزيز المشاهد من سفر الخروج إصحاح 12 عدد 46 من الأوامر اللي كان عم يعطيها الرب لموسى لما بيأخذوا خرف الفصح بيأخذوا في بيت واحد يؤكل لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج اسمع وعظما لا تكسروا منه ليش يا رب انت هلقدم دق آه لأنه هيا نبوة تمت في المسيح وعظما منه لا يكسر بتلاقي الكلام كله موجود في يوحنى 19 عزيز المشاهدين هذه العشر نبوات فقط اللي عرضت على يعني حضراتكم عشر نبوات واحد من علماء الأساتذة الماثماريكس الرياضيات قال لو بنى لو أردنا أن نطبق نظرية الإحتمال حدوث هذه النبوات العشر في شخص راندم في شخص يعني أي شخص معين يحصل معه صدفة هالأمر هذا فقال أنه الرقم اللي حيطلع واحد على 10 to the power of 17 واحد على عشرة والقوة العددية 17 واحد على واحد وحدة 17 صفر عدد مهول لحتى يقرب لنا الفكرة قال خود مثلا ولاية تكسس الأمريكية وبعدين قال املاها خود الكوين الربع دولار أو الدولار الدولار الكوين القطعة النقدية خود مثلا الكوين الدولار واملأ كل محافظة تكسس املأها كلها حد نصف متر بملايين ملايين ملايين القطعة النقدية وبعدين خلي نقطة قطعة نقدية واحدة عليها علامة مميزة بعدين نشيب واحد أعمى بعيدا عنك أعمى وخليه يمرؤ يروح يدور في هذه الملايين الملايين من القطعة النقدية ويطلع لي هذا القطعة النقدية المميزة عن الكل هكذا نسبة احتمال حدوث فقط هذه العشر نبوات في شخص آخر غير المسيح أحبائي هذا عالم رياضيات لكن عندنا الكلمة النبوية وتؤكد لنا أن الذي مات على الصديب أحبائي هو الرب يسوع المسيح المسيح قال عن نفسه أنه سيموت ثلاثين مرة في الأنجيل المسيح الكلام اللي قاله على الصليب ما ممكن حدا تاني يقوله قال المسيح على الصليب سبع عبارات هقال لك منهم هقدل لك يهم بسرعة المسيح على الصليب أول موضع يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يهوذة بيقول هالكلام لكان يهوذة عمالي بيسبه بيلعنه بيحلف وكان عمالي بيقول أنا مش المسيح كان بيقول لكن لم يقول هكذا لأن الذي وضع على الصليب هو المسيح النطق الثاني لما اللص التفت وقال له يا رب أذكرني متى جئت في ملكوتك قال له الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس لقد رأى اللص لرأى فيه أنه المسيح رأى فيه أنه الرب النطق الثالث الذي قاله المسيح عندما كان يشعر بأمه المطوب العذراء واقف هناك كان كنا واقفات عند الصليب يسوع مريم أمه وحد كان يحن قال له يمرأ هو ذا ابنك ويتلميذ هو ذا أمك كان عم يفكر بأمه معقولي واحد تاني يكون شبيه المسيح ويفكر بأم المسيح فكر فيها عزيز المشاهد أرجوك صارت ظلمة عظيمة من الساعة الثالثة إلى الساعة التاسعة في نهايتها صرخ المسيح إيلي إيلي لما شبقتني إلهي إلهي لماذا تركتني لقد دخل أحبائي في ظلمة وفي هذه الثلاث ساعات كان غضب الله ينزل على رأسه الكريم لأنه في هذه الساعات الثلاث كان المسيح نائبنا وكان المسيح جعل خطية لأجلنا الذي لم يعرف خطية جعل خطية لأجلنا وحمل خطيانا في هذه السلاس ساعات والله ضربه واحتمل المسيح دينونة خطيانا من الله القدوس وهو معلق على الصليب في نهايتها قال إيلي إيلي لما شبقتني وبعدين قال أنا عطشان ليش؟ صحيح هو عطشان لكن لكي يتم الكتاب لأنه في نبوه بتقول وفي عطشي يسقونني خلت وبعدين بعد ما قال هيك قال قد أكمل أكمل العمل وبعدين قال يا أبتا في يديك أستودع روحي أحبائي هذا ما قاله المسيح وهو على الصليب لكن يعوزني الوقت كان يعوزني لكي يريد بس نطلع آخر آية عزيز المشاهد أنا بعرف خلص الوقت من يوحن عشرين لما ظهر المسيح لتلاميذه ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع اليوم اللي قام فيه المسيح وكانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود أخذوا سيدهم وصروا ثلاثة أيام متخبيين وخايفين أخذوا المسيح ونحن مش عارفين شو حيصير فينا جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم عدد عشرين شوفش بيقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب لقد رأوه لقد رأوا أثار المسامير لقد رأوا أثار الطعنة وذهبوا ذهبوا إلى العالم أجمع يكرزون بيسوع الخلاص لم يعزموا أن يعرفوا شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصنوبا أحبائي المسيح هو الذي مات على الصليب لماذا؟ لأنه يحبك لماذا؟ لكي لا تهلك لأن أجرة الخطية هي موت انفصال أبدي عن الله لكن هبط الله هي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا المسيح الذي دفع الثمن والله قبل الثمن وأقامه من الأموات من أجل هذا المسيح يقدر أن يخلصك تعال إلى المسيح آمن به ثق به تبعا خطياتك اقبله ربا ومخلصا لحياتك وإلى أن ألقاك في حلقة جديدة من برنامجك أنت تسأل والكتاب يجيب الرب معك